اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بما انه كان عصر الزراعة كانت الام عندها خلينا نقول رمزيتان رمز الخصب لانه هي التكاثر هي اللي بتجيب الولد وبما انه احنا ما كنا بعدنا يعني عنا السقافة العلمية بوقتها كنا نعتبر الام هي الاله لانه هي اللي بتخلق الولد وبذات الوقت كمان الام هي اللي بتزرع بذات الوقت فكرمال هيك هيدا الفكرة الاساسية تبعية الاله الام بقينا هيك للأربعة تلاف وتسامية معنانه ببلش الذكر هو يحل محل الانثة لانه صار عندنا مدن والمدن صار عندها سور والسور مين بده يحمي الرجل الأقوى فبطبية الحال جسديا بطبية الحال صار عندنا المجتمع الزكوري بس هيك لنفسر هيدا على بسرعة هلا خلينا نحكي شو يعني شو يعني واحدة وعشرين قدار بالتحديد هون هيدا بنسميه خلينا نقول فلكيا علميا اسمه الاكوينوكس الاكوينوكس هو نهار الاعتدال الربيعي شو يعني الاعتدال الربيعي يعني الشمس بتجي اكزاكتلي على خط الاستيواء بتعمل تسعين درجة اوكي وبيتساوي الليل مع النهار هلا يوجو اللي بيجو يا عشرين يا واحدة وعشرين يا التانية وعشرين قدار هلا بس طبعا بتقطع لها كزا مئة سنة ليتغير التغير الديت فنحنا هلا بعصرنا بواحدة وعشرين قدار ويعتبر هو نهار الاعتدال الربيعي هلا طبعا عنا كتير اساطير حكناها حول هاي الشي لنقدر نفهمه نحنا بنعرف كل شي عنا يا كشعوب قديمة وخاصة بالشرق وحتى بالغرب انتقلوا كل الاساطير من الشرق للغرب شو هي هاي الاسطورة اللي بتكرناها كرمال عيد الام بلشت من ايام السومرية لان احنا اول حضارة وصلت لنا عم نحكي مكتبت ووصلت لقلنا هي السومرية السومرية يعني بتحكي اكتر من 3000 سنة قبل المسيح عنا اسطورة الام عندنا عندنا هي الهة الجمال بعدين بنشوف بالعصور اللي بعدها البابلية الاكادية يعني منلاقيها صار اسمها عشتار ووصلت لقلنا هون لبلادنا عشتاروت ومنلاقي كيف الاسطورة كمان ادوناي وعشتاروت وكيف كيف بتموت الام وبترجع بتعيش امتا بتموت بفصل الشتة شو العلاقة هاي العلاقة شو عم نحنا العلاقة بالطبيعة نحنا عم نقول الطبيعة بتموت بالشتوية وبترجع بتعيش بالربيع فمن هون اجت فكرة عيد الام او الالهة عشتار او عشتاروت فمنلاقي انه بالشتوية خلاص ما في شي ما في مزرعات مش بس المزرعات بتموت بيعتبروا حتى التكاثر عند الحيوانات والانسان بيموت مع موت المزرعات شوفي قدي حلو الليلة انه نحنا قدي اللينك قريب بالطبيعة انتبهي ما تنفي شغلة يعني اذا بتفكري فيها من ناحية التكاثر اله الخصب او الهة الخصب ومن ناحية تانية الفلك بتلاقي انه هيدا شيء له علاقة بعلم الفلك رمال هيك نحنا كنا نعيد بواحدة وعشرين قدار لاثناشر يوم لواحد نيسان بتصير راس السينما نعتبرها او هيدا بقينا على فكرة بقينا نعيد هيدا الشيء يعني لحديد الالف وخمسمية واثنانة وتمانين وبعدين انتبهي كمان بيجي اللي بنسمين احنا عيد الفصح عند اليهود او العيد الايامة عندنا نفس الشيء بيجي من ذات الفكر منقول نحنا اول شيء بواحدة وعشرين لازم يجي العيد بعد واحدة وعشرين قدار هيا شرط على فكرة لازم يجي بعد واحدة وعشرين قدار ليش بعد الاعتدال الربيعي ولازم يجي بعد الفصح اليهودي هيا بالنسبة لقلنا كشرقيين عم نحكي ايمانيا او لاهوتيا ولازم يجي من بعد ما يصير الامر بدر لانه نحنا كنا نعبد الاله سين الالامر فننطر ليصير بدر وواحدة وعشرين قدار من بعد ومنبلش نعيد شوفي ده بقينا للالالف وخمسمية واثنين وثمانين هيدا اللي كانوا ماشيين على التقويم وبنلاقي كمانا انه انه بمصر الشرق كله يعني عندك بالعراق بفلسطين بالاردن سوريا لبنان كل جيتنا كنا نعيد هيدا العيد وبعدنا لليوم نقلنا من هالمفهوم عطينا عيد الام لا لانه طبعا مفهومنا الدين تغير عارفتي كيف والعلم يتغير بس بقينا محافظين عليه قد منه موجود لانه نهار مميز كمانا لانه محفور بكياننا نحنا كشعب في اللحين مزارعين بقي هيدا الشي موجود ومنلاقي عفكرة كتير هالأساطير فاتت حتى بالأديان بمطارح كتير فمنلاقي كمان انتقلت للغرب بسموها أفرودايت أو فينس عرفت كيف كله ذات الشي وكانوا يحتفلوا بالعيد بواحدة وعشرين أدار بعده كله ماشي وبمصر بمصر في عندنا من 2700 قبل الميلاد بيحتفلوا بعيد بيسموه شم النسيم للأسف الناس بتفسروا عربي هم قالوا علاقة العربي بالقبطي طبعا شم النسيم كلمة قبطية بتعني بتعني تحديدا بستان الزروع هي ذاتها واحدة وعشرين أدار الاعتدال الربيعي ومبلش نحتفل بالزرع انه بلشت للأرض تخضر خصوبة ايوة هي فكرة بخصوبة يعني للأرض هلأ ما بعرف قديش بعد معنا وقت اذا بنا نبلش نحكي بأسامة ضيع والمناطق اللبنانية انت كنت ايه اخر مرة بس أنا كنت مبسوطة بأول موضوع صراحي خلصنا هايدي كان مقدمة هلأ عنا منطقة حبالين حبالين فوق عمشيت ايه حبالين هي بتجي بمعنى أهوال أو خراب هلأ ما بنعرف أو انتبهي هايدي اذا اجت من كلمة حبولو اذا اجت من كلمة حبلو بتعني حبل يمكن صانعيه الحبال فما بنعرف اي المعنى هو المظبوط عنا ضيعة كتير اسمه حلو ومميز حبر مون حبر باللغة السريانية يعني صديق او رفيق هلأ عندك مون هي اما بتجي امون او بتجي رامون عنا اله اله امون هيدا اله كان عاني قديم بيعني عفكرة بيعني الاو الشديد يعني او اذا كانت ترمون يعني الاله رمانه الاله رمانه شو يعني الاله رمانه هو الاله العاصفة والرعد والشتة تبهي ملاحظة كله اله علاقة بالتأس اله علاقة بالمزرعات قدت طبيعة كانت طاغية على حياتنا كانت كل شي كنا نقيس كل شي على الطبيعة وطلع علم الفلك عنا وكنا فلكيين مبدعين من وراء الطبيعة من وراء المزرعات هلأ الاله رمانه مثل ما انه كمان بيرمز للخصب بعدين صار في عنده شجرة وزهرة الرمان كرمانيك بعدها بنسمي الرمان من الاله رمانه فاما حب رمون مثل ما انه صديق او رفيق الاله امون او الاله رمون هلأ اذا بعد عنا شوي وقت عنا ضيعي وقعنا وقت نحنا رح نكمل المرة الجاية الله رأي شكرا ليلا حلو كتير المواضيع اللي حكينا عنا اليوم اكيد منشوفك الأسبوع الجاي بريك ومنتبع مع ماي رايتز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة